واهدني ويسر الهداني وخير ما نبدأ به قراءة الفاتحة لهذا البرنامج اللي اول يوم بمشيئة الله تعالى بنطلع فيه مع بعضيكم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبود وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انا عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين زي ما وعدنا حضراتكم بنطلع بشكل جديد ان شاء الله بازن الله نتعشن في ربنا صحانه وتعالى ان هو يوفقنا في التجربة دي احنا يعني بنحاول ان احنا نعمل على السوشيال ميديا على اليوتيوب قناة فضائية كاملة كل اللي حضرتك بتشوفه في القناة الفضائية هتلاقيه موجود معاك هنا بالحرف يعني مش هتشوف فيديوهات يوتيوب اه بتاعت زمان لأ هتشوف فيديوهات يوتيوب وحلقات يوتيوب بس بتحاكي بتماثل اه 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 صورة طبق الاصل من القناة الفضائية في كل محتوى مش عايزة حرق مش عايزة حرقلك احنا اه هنعمل ايه بس اللي انا وعدك به اني اه يعني مفاجآت كبيرة جدا على قناة تي اي سبورت تي اي سبورت اداية القناة بتاعتنا اللي حضرتك بتتفرج عليها دلوقتي اللي هي اه اه قناتنا تامر عبد الحميد وبرنامجنا اه الجديد مهاجم اخر وهنحاول بقدر الامكان على قد ما ربنا سبحانه وتعالى اه يساعدنا وعلى قد ما ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ان احنا نقدم لحضراتكم محتوى 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 مناسب يخاطب كل الجمهور اه جمهور الكورة اه في مصر اه الجماهير اللي بيتتبعنا من كل انحاء العالم الحمد لله رب العالمين لنا جماهيرنا في امريكا لنا جماهيرنا في شرق اسيا لنا جماهيرنا في افريقيا شمال افريقيا جنوء امريكا اللاتينية كمان يعني الناس كتير الحمد لله بالعلمين من اوروبا من كل انحاء العالم بيتفرجوا علينا نرد الحلقة تقيلة جدا ودسمة جدا بعد ما ابتدناها بالفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم نشوف زمين في الاعداد محضرين لحضراتكم يطل عليكم تامر عبد الحميد نجم منتخب مصر وفريق الزمانيك السابق عبر منصتين فيسبوك ويتيوب وإكسوان استجرام عبر برنامج رياضي كبير يحاكي البرامج الرياضية على القرارات الفضائية وهو الأضخم والأشهر والأقوى على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث في أسخل الأحداث الكروية والانفرادات والأخبار الحصرية وكل الكواليس في أندية الآل والزمالك ومنتخب مصر ويعد تامر عبد الحميد من أوهل النجوم الذي ندى الشانو للإعلام الرياضي عبر مواقع السوشيال ميديا بقوة خاصة على موقع يوتيوب وفيسبوك وحقق مشاهدات تخطط الملايين بعد عمل جاد وشاق استمر لأكثر من خمس سنوات ماضية استطاع خلالها نجم القلعة البيضاء في الانفراد بأكثر من خبر وتفجير عدة قضايا رياضية أثارت الجدل في الوسط الرياضي وكانت مثار حديث القلوات الفضائية ووسائل الإعلام فيما بعد بشكل مكثف وملحوظ وهذه المرة يعود تامر عبد الحميد بانطلاقة قوية ورائعة وجديدة عبر برنامج مهاجم حر على منصات فيسبوك ويوتيوب مع الوعد بمزيد من الانفرادات والكواريس والأخبار والحصريات التي تهموا الرجل البسيط في الشارع الكروي المصري خلال الأولاء الأخيرة بخلاف التقارير المصورة والمداخلات القوية مع كافة المصادر والشحصية الرياضية في الوسط الرياضي رجعنا لحضراتكم تاني وده كان تقرير صوتي بصوت الزميل المحترم علي الطيب تقديمتنا بمشيئة الله تعالى لقناتنا الجديدة طبعا الحدث الأهم النهاردة اللي الناس كلها قعدت اتفرجت عليه وهو فوز النادي الأهلي على ميديامة الغاني بقلنا كتير جدا ما يكسبناش حد بره ملعبنا خاصة في غانا الأهلي بحق هذا الإنجاز النهاردة النادي الأهلي بيكسب بهدف لحسين الشحات بيوصل للنقطة التاسعة فيه ناس بتقولك تأهلت يعني هو لسه في انتظار مباراة غد بمشيئة الله تعالى ما بين شبابه اللي زداد وينج أفريكنز الاتنين عندهم خمسة بونت أفضل نتيجة تضمن للنادي الأهلي التأهل هي نتيجة التعادل إنما لو فيه آسف أفضل نتيجة إن فرقة تكسب التاني إنما نتيجة التعادل التعادل تبقي الأمال تبقي الطموحات للمباراة النهائية ونخش بقى في قصة المواجهات المباشرة مش المواجهات المباشرة آه النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة النادي الأهلي بطولته المفضلة دوي رابطة الأبطال النادي الأهلي آه ماشي آه يعني آه حتى الغيابات اللي موجودة عنده يعني الراجل كولر ما بيتأثرش بيها يعني كهربا مش موجود ولا يهم ياسر ابراهيم بيتعور ولا يهم مودسيت مش عايف إيه ولا يهم علي معلول يغيب ولا يهم الأهلي بمن حضر فعلا الشعار دوت موجود عند النادي الآهلي آه طبعا آه يعني آه كل دا كوم يعني اللي أنا بتكلم فيه دا كله دا كوم وفيه عملاق جديد آه آه بيظهر هو صغير في السن إنما كبير جدا في أداءه كبير جدا في خبراته كبير جدا في شغله بتكلم على مصطفى شبير مصطفى شبير عامل أساسي جدا في فوز الأهلي النخط مصطفى شبير لتاني مباراة على التوالي بيبقى هو نجم اللقاء الأول وجهت نظر وجهت نظر الناس كتير إيه الحقيق محتاج السابورت محتاج الدعم من كل اللي بيحبوا الكورة ملهاش دعوا بقى بأهلي بزمالك ده زي ابننا وبعدين قصة الأهلي والزمالك زي ما حضراتكم شايفين كده يعني القصة ما بقاتش يعني يعني النهاردة بتشوفه في الأهلي بكرة بتشوفه في الزمالك بعده بتشوفه في بيرامدز وبعد كده بيلف تاني يرجع أهلي يرجع زمالك يرجع بيرامدز يعني الأمور ماشية زي ما حضراتكم شايفين معانا بهذا بهذا الشكل إنما يعني خليني أقول لحضراتكم إن هناك عدد كبير جدا من الناس أو عدد كبير جدا من الجمهور يعني بيحاولوا بقدر الإمكان يعني إنه هما يبقوا بيبقى فيه شوية يعني شوية حدية بتبقى موجودة ممكن على على مراقع التواصل الاجتماعي ممكن بتبقى فيه شوية حدية موجودة على بعض اللعيبة اللي مستواهم ما بيبقاش قد كده وبعد كده اللعيبة دي بتتقلق نزل النهاردة مثلا إيه مدسيط طيب يعني أنا بيشرفني كمان النهاردة فيه أول مداخلة موجودة معانا في قناتنا بشكلها الجديد الأستاذ أيمن بدرة الأستاذ أيمن بدرة كان رئيس المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي لفترة طويلة جدا رئيس تحرير أخبار الرياضة صديقي واخوية وحبيبي من زمان جدا وأحد يعني النقاد الرياضيين اللي يعني في كلمته بيقول الحق ولا يخاف في الكلمة لو ما تلائم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الفلة وسائزة أيمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كابتن تامر جزيك وكل عام وأنت وأسرتك وكل السادة الكرام اللي بيتابعونا وكل مصر وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة الأيام المباركة وإن شاء الله ليلة النصف من شعبان ربنا يتقبل منها فيها صالح الأعمال وإن شاء الله بإذن الله مباركة القناة بشكلها الجديد وموفق إن شاء الله بإذن الله يتعلم هو اللي ليلة النصف من شعبان يمكن الصوت بس بيقطع كابتن الصوت بس بيقطع مش عارف الشبكة فيها مشكلة أو حاجة بس إحنا سمعينك بشكل كويس أنا سمعك إحنا سمعينك بشكل كويس لكن الصوت بيروح يا كابتن تامر معلش بقى ما هو طاطعت الشبكات اليومين دولند أنت عارف يعني بعافية شريتين طيب تحب أتكلمك على التليفون العادي أو حاجة لا إحنا سمعينك كويس أنا عاوز أخذ من حضرتك بس يعني تعليق سريع على مباراة الأهل النهاردة مع ميدياما والأهل بيحط قدم في دور الستاشر طبعا يعني المباراة النهاردة كانت قابليها فيه ظروف كتيرة جدا مخلية فيه يعني شيء من القلق أنه النادي الأهلي يستطيع أنه ياخد نقاط السلاس في المباراة النهاردة يمكن طبعا كل الناس تابعت مجموعة الظروف اللي أحيطت بها الرحلة الغيابات يمكن طبعا كان يمكن أبرزها محمود كهرباء لكن الحقيقة أنه الأداء الرجولي والاستبسال والحرص الشديد جدا على أنه يبقى فيه انسجام ما بين العناصر وبرضو الجهاز الفني الحقيقة لأول مرة أشوف أنه عنده حرص أنه يعمل تغييرات بشكل مكسف علشان ربما يعود موضوع الإرهاق الشديد لأنه طبعا بعثة الأهل تعطلت فترة طويلة علشان توصل لكماسي نتيجة يعني تعطل الطائرة في مطار القاهرة ثم الحادث اللي تعرضت له نتيجة وبعدين الاستعداد لكن إجمالا الفريق كان عنده سرات فعالة بشكل كبير كان عنده قدرة على التحكم في رتم المباراة صحيح الأهل في الأول تعرض لخطورة وكان يعني ممكن في بداية الشوط الأولاني وفي بداية الشوط التاني لكن اللي يخليك شايف أنه في قدرة على أنه الفريق يكون أكثر تماسكا وأكثر انسجاما وقدرة على يعني التطور الهجومي واللياقة البدنية الجيدة أنه في لهاية المباراة كان فيه هجوم من النادي الآهلي وكان قدرة على أنه يحرز هدف أو هدفين آخرين ربما التغييرات اللي دفع بيها كولر عملت ديناميتية شوية فيه بالذات في التلت الهجومي لأن مودست الحقيقة مش منتج صحيح هو مودست عمل أسست زي ما يعني أحد زملاقنا الأعزاء كاتب وده أسست غالي قوي لأنه من فترة كبيرة مودست مش مؤثر تأثير إيجابي في خط هجوم النادي الآهلي لكن لما نزل بسام أبو علي ونزل ريدا سليم وطبعا كان برضو فيه تعزيز من وجود أفشا طبعا محمد حسين الشاحات الحياة يعني كان النهاردة فيه مستوى راقي أنا شايفه تحرك قدرة على المروغة حسن امتلاك الكورة تفاهم بشكل كبير بينه وبين إمام عشور الحياة اللي أنا بعتبر إمام برضو من نجوم المباراة مش علشان نهارته وقدرته على الاختراك والمروغة ونقل الفريق من وسط الملعب إلى منطقة جزاء الفريق مديامة لا لكن علشان الروح القتالية اللي عنده على كل كورة وحريف على الالتحام يعني الحياة إجمالا المباراة مباشرة وزي ما يعني قلت حضرتك في المقدمة الأهلي حط قدم بشكل قريب من تخطي دور المجموعات لأنه البداية ما كانتش يعني ثبتة ما كانش على أخدام ثبتة قبل المباراة دي الأهلي كان عنده ست نقاط دلوقتي الأهلي عنده تسع لقات مباراة بكرة إن شاء الله ما بين شباب بولزداد ويانج أفريكانز هتحدد شكل كبير شكل الجولة الأخيرة اللي الحمد لله أن الأهلي هيلعب في مصر مع يانج أفريكانز ويعني ممكن يكفي التعادل لكن إن شاء الله بإذن الله يكون في فوز بإذن الله في القاهرة إذا استمر الفريق على هذه الحالة من التركيز مش عايز أنسى قبل ما يعني أوقع أخلص الكلام عن المباراة دي إنه مصطفى أحمد شدير بيؤكد من مباراة لأخرى أنه جدير بأن يكون حارسا في النادي الأهلي وإنه كل محاولات التشقيق في إنه بيلعب علشان اسم والده علشان مكانة والده الإعلامية أو مكانت في النادي الأهلي كل ما دا مصطفى بيحطم هذه الإدعاءات وبسبات والنهاردة كان فيه أكتر من هجمة خطرة وردة الفعل بتاعته وسرعة التلبية والفدائية الحقيقة بتخليه كان صمام أمان للنادي الأهلي في بعض الهفوات الدفاعية اللي يعني يعني اتعرض بيها وانا بضم صورتي لصورتك في كل اللي حضرتك قلته بشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الكبير ورئيس المنظومة الإعلامية السابق في النادي الأهلي الأستاذ أيمن بدرة بشكرك شكرا جزيلا يا فندي يعني يمكن الراجل يعني متفق تقريبا معنا في كل اللي احنا قلناه يعني بضيف بقى كمان يعني ريدا سليم لا وماشى تانية ما يعودش ده ما يعودش ريدا سليم حاجة لعيب تيقيل قوي تيقيل قوي ويسام كمان أبو علي حاجة هتبقى محتاجة أنا عرفت دلوقتي خلاص ليه كولا قال للقهربا أعود ففرح أخطك ولا يهمني عرفت أنا فهمت دلوقتي خلاص لأ رجل ده بيفهم خلاص عنده ريدا سليم عنده ويسام عنده مودس توقف على رجليه بشكل كويس قعد يا عم هو طبعا يعني خلونا نقول ان هذا القرار برضو يعني مش معاه يعني ما فيش حاجة اسمها هنعود عشان عندي لا ده أنا لعيب محترف وعندي عقد كبير وعندي فرقة ما فيش النهاردة ده كان عنق زجاجة يعني ما فيش النهاردة دوت لقدر الله الأهلي كعب الوقع خسر حصل فيه أي حاجة ما حدش كان هيرحم كولا ولا حد كان هيرحم كهربا ان هو ساب الفرقة عشان الفرقة الفرح ممكن يتأجل عادي مريامة افرح بتتأجل عادي يعني وبعدين يعني مش الدنيا مش هتتقلب وبعدين هو تتأجل قدية يعني يومين تلاتة عبل ما الفرقة ترجع الفرقة بتروح بطيارة خاصة وبترجع بطيارة خاصة إنما شفنا النهاردة مجموعة من اللعيبة وقفة على رجليها بشكل محترم جدا شفنا مكسب كمان محترم جدا 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 للنادي الاهلي وزي ما بقول لكم كده يعني هو تلاقي برضو الاهلي في البطولات الافريقية أداءه مختلف يعني تلاقي تحس إن بيلاقي نفسه تحس إن اللعيبة بتتقلق تحس إن كل واحد كل واحد في اللعيبة اللي موجودة عنده هدف أساسي في إنه لازم يكسب اللقاء ده وكل ما الأمور بتصعب أو بتبقى صعبة كل ما تلاقي اللي همم زادت يعني النهاردة مثلا غياب الشنا وقادي مصطفى شبير بص مصطفى شبير عامل إزاي بص مصطفى شبير عامل إزاي كهرباء مراحش اتفضل بص على وسام عامل إزاي بص ده مدسد ده مدسد النهاردة عامل أسست يعني مدسد النهاردة عامل أسست آه أغلى أسست هتلاقيه برقم برقم الأسست ده إنما في الأول وفي الآخر أنت بتتكلم عن فوز محترم النهاردة الأهلي عامل فوز محترم يستحق يستحق عليه آه يعني أن انت ترفع له القبعة أن انت تقول وزي ما أنا بقول لكم بصوا يعني الكرة الكرة لو أنت بتحب الكرة لو أنت تحب الكرة وفير هتقول الحق الأهلي كويس قول كويس ما تزعلش الأهلي وحش قول وحش آه بغض النظر بقى عن المواقف بغض النظر آه أنت زمالكوي بتحب الزمالك حقك أهلاوي بتحب الأهلي حقك سمع الله بتحب الإسماعيل حقك إنما في الأول وفي الآخر في حاجات ثابتة يعني في حاجات ثابتة زي النهاردة كده المكسب ده حاجة سابتة الاهل يعتبر عامل انجاز بقالنا كتير بقالنا كتير جدا جدا يعني الاهل بقالوا كتير والمصريين احنا احنا كمصريين بقالنا كتير ما بقالنا كتير ما يعني ما مكسبناش فرقة من غانا يعني هنحاول بقدر الامكان او بقدر المستطاع ان احنا نجيب لكم كل ما هو جديد اعتقد ان احنا هنطلع فاصل مع زميلي في الاعداد ارضك شايف يعني دخلنا اهل الحمد لله وبعد كده معانا كان مداخلة تليفونية مع الاستاذ ايمان بدرة وكان معانا تقرير لزميلنا علي الطيب هنطلع دلوقتي فاصل خاص بالبرنامج وعايز اقول لكم احنا هوا على اليوتيوب حضراتكم احنا هوا على اليوتيوب احنا دلوقتي هوا على اليوتيوب البرنامج لا احنا طلعين هوا ومعاكم مباشر ولايف شوية بس هنطور هتبقى تعليقات حضراتكم موجودة قدامي وهناخد وندي مع بعضينا واكبر دليل ان احنا هوا دلوقتي يوتيوب الساعة دلوقتي يا سيد 11 و 32 دقيقة الساعة 11 و 32 دقيقة يوم الجمعة بالليلة جمعة بالليلة الساعة 11 و 32 دقيقة كمان شوية داخلين على ايه على فاجة ساب نطلع فاصل ونرجع من الفاصل لسه فيه مفاجآت كتيرة جدا موجودة معنا فى تابعو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وراجعنا لحضراتكم تاني فى الجزء التاني من الحلقة وفى الجزء دوت هايشرفني كضيف معايا احنا هيبقى معنا ضيوف اه هيبقى معنا ضيوف بس الضيوف معنا هتبقى زوم الضيوف معنا هتبقى زوم فهايشرفني من خلال الزوم ضيف صوت وصورة صديقي العزيز الناقد الرياضي احمد جلال رئيس تحرير برنامج الماتش لهاني حتحوت يعني صحة في بقى يعني احمد جلال يعني كان يعني تعريفة جماعة يعني احمد جلال مش هنعرفه في فيتو وبعدين احمد جلال القناة دي بيتو يعني احنا اول ما قلنا بوم اه واحنا اللي عملنا الفتح فى اليوتيوب هو اللي حتى اللي قال لي الفتح بتقول اوه بعمل يضحك ها عمل يضحك اوه حصل بسالفولة يا بحميد شرغل يا كابتن والف مبروك ودائما عندك الفتح وعندك البداية وعندك الاسترد ايه بقى اسلم ايدك وربانا يا كرامك ان شاء الله واتعمل حاجة كويسة وكله يمشي عالصطر بعد كده زي ما زي ما الكل مشي قبل كده الزبط كده ان شاء الله ان شاء الله انت كنت معايا يا بقى طبع كنت معايا فى الفتح الاولاني ان شاء الله بقى يا كابتن الحمد لله ايه رايك يعني قنافة ضائية ما شاء الله يعني حاجة جبيلة وحاجة مخترمة يعني الشغل كويس قوي قوي والناس اللي معاك كمان واضحنا ناس يعني مخترمة وانت دائما بتاعت انتقل الناس اللي بتسهل معاك طب الحمد لله رب العالمين ان شاء الله باذن الله يعني ناس الله سبحانه وتعالى النهار ده ليلة النصف من شعبان يعني تبقى فتحة مباركة علينا كلنا يا حمد ان شاء الله باذن الله قل لي شفت ماتش القليل النهار ده ازاي يعني الراجل اللي كان بيشتغل النهار ده بشكل اقتصادي يعني يعني عارف هيعمل ايه ماتش ماتش زي ايه ظروفه ايه يعني في مثل او حكمة قديمة بتقولك لا تقافل عدوك وانتظر جلساته عند حفرة النهار النهار ده مارسايل كلها الراجل استدرجة ميديامة سابدوا الاستحواس وشتغل اولاني صحيح كان فيه فرص صحيح تقالك مصطفى شبير صحيح محمد عبدالعام ما كانش بحالته الطبيعية صحيح معظم لاحبت ندري اهل شتغلين ما كانتش احسن حاجة لكن تحديدا كمان كريم ندبت وعمر السلية ما كانوز ظهرين كانت نوع من الخضة لكن كل ده شخصية الاهلي قدرت تحتوي مع وجود يعني زي ما حدك قلت يعني مولد حرس كبير لا هو النظر مش مولد حرس كبير هو بيؤكد انه حرس كبير لان المولد الحقيقي لموشبير كان في نهاي دول الابطال هذي اصعب مباراة على اي حرس مرمى يمكن ان يتعرف باختبار في نهاي بطولة كبرى ويلاعي طريق بقيمة نادي الودان ويتقلق ويتصدق الانفراد كان من الممكن ان يقلب من الطاولة بالكامل وينتهي اللقاء بكوز الودان ومتصدق البراد يعني كان يعني لو اهتزل شباكه بسببه ما كانش حد يقدر يدوم طبق شبير عنده الثقة عنده الخبرة كان محتاج الفرصة لما جاته الفرصة وحضرتك عارف كده كويس اللعيب اللي بيتشبس بالفرصة او بيستنى الفرصة ويتحينها وعندما تلوح له ويتمسك بها بيبقى بيمشي عالتراك وبيبقى لعيد كبير او بيبقى اسم كبير او بيضيف للكرة سواء الكرة النصرية او غيرها هل هل يا احمد لعبت النادي الاهلي دور في ان هما يقفوا يسندوا يساعدوا مصطفى علشان يظهر بالمنظر ده بالتأكيد انت بتلعب كرة قدم جماعية بالتأكيد في ناس كان لها دور كبير جدا حتى لو كانت ما بتلعبش زي مين يعني انت بتتكلم عن الخبرات اللي موجودة لما انت بتتكلم عن يعني عمر السلية بتتكلم حتى عن الشناوي نفسه اللي مش موجود ودعمه الكامل لمصطفى شبير حتى انتصارات هاتفية او حتى على الستوري اللي عمله المرة اللي فاترت والمرة دي في ناس بتدي خبرات بالتأكيد والده مش كان ما كانش سايبه بيدي له برضو خبرات كابتن شوير راجل حارس مرمى كبير شاعة من شاعة من ابا طبعا طبعا لكن في حاجة اسمها حابز كابتن تامر وفي حاجة اسمها دافعة الحاجة ده مؤثر خارجي لكن الدافع ده يتولد من قواك وانت لو ما عندكش حاجة من خلالة الحوافز مش هتوصل لجتيجة مرضية طيب احمد انا عرف ان انت يعني عندك كواليسك وحصياتك واتصالاتك من جوه النادي القالي بشكل كبير هل بعد المستوى رائع اللي بيقدمه مصطفى شبير هل ادارة الكورة في النادي الاهلي لا تزال تبحث عن حارس ثالث يبقى بجوار شبير والشنوي ما اعتقدش ان الموضوع ده اصبح مطروح بل ازا كنت تبقى حضرتك عايز يعني انفراد جديد انا بقول ان مصطفى شبير اصبح على رأس الاسماء التي يطرح كابتن حسام حسن اضمها في المنتخب في المعسكر الجيل تمام ده خبر جديد ده بل الزرط جيل تمام اصبح على طرن الاسماء التي يضع كابتن حسام حسن لانضمام لمعسكر مارس في الدارة الوديها في الامارات مع تونس وكرواتيا ونزلات طيب مين عاجبك النهار ده من لعبة النادي الاهلي في الملعب بعد مصطفى شبير ياسر ابراهيم اللعب 76 دقيقة رائعة وحتى تعرض الشهد عضري كان بيعمل هائل عالي جدا الشوت التاني تغير المصار مع عمر السورية تحديدا السورية لما بدأ يقوق وبدأ يعني ياخد الزرام بدأ يشتغل حسين الشحاد بدأ مودست مودست يعني الناس كتيرا بتنتقدوا ولا أقوله عشان يكون أمين مارضع السياس الكويس جدا وحتى بعد ما خرج وسام أبو علي في التصائق اللعبة كان مؤثرا وكان لاحة له فرصتان لو يعني كان موافق فيه كان ممكن يسجل لكنه وضح من تحركاته ومن يعني قراراته في الملعب كمهاجم أنه مرضو حاجة كويسة مش حاجة يعني يعني زي ما ناس ممكن تتصور خاصة أن الراجل النهارده قال تصريح مهم قالك أنا جاي من درجة حرارة دون العشرين في الدنبرج أنا ملعب النهارده على استاد برا يارا بكوماسي في درجة حرارة خمسة وثلاثين لكن هي الراجل قادم ماتشي كويس ما كانش عندي يعني أنا عندي بحفظ نهارده على أداة علي معلول وللأمانة يا كابتن الأهل كان عليه ضرب الجزاء صحيحة والحمد لله أنا الحكم الجابوني لم يحتسمها جزاء ما فيهش ولا كلمة صح وفي نفس الوقت كان فيه ضرب الجزاء لدي لها شدت بعدها شد تاني لكنه تجاهلها معرفش بقى ده توازنه لكن هو ده السؤال يا كابتن اللي إحنا كلنا محتاجين نؤتراحه رعد كل هذه الضربة وكل هذه الإفنتات كل هذه الأموال الكبيرة هو الاتحاد الإفريقي قال من الطريع أن أنت تلعب تصويرات كسر عالم على ملاعب زي دي من غير فار آه طبعا أن أنت لعب دور المجموعات وإيضا بذلك دوتار بقير من غير فار ده أنت تحولت اللعيبة والأندية إلى آلات وتجارب بشرية عشان تكبر والناس بتلعب بطشار كتيرة جدا والصبر ليج ده عشان ده خرك نوس ضخمة ولعاية ضخمة وبتلعب كاس الأموال الكبيرة كل سنتين وهو الاتحاد القاري الوحيد الذي يفعل ذلك وفي النهاية بتلعب مؤسرة من غير تقنية الفيديو شيء غريب كانت تنتامل معاك معاك مية في المية طيب أخيه أن أبو حميد يعني أنباء عن أن النادي الآلي بيتعاقد خمس سنوات مع محمد إسماعيل لاعب نادي زد يعني محمد إسماعيل لا تزده هو مدافع نهاية جدا لكن الأهم من كده أن الأهلي بدأ يقترب كسيرا جدا من محمد علي بن رمضان الأهلي محتاج لعيب بنفس المواصفات أو الجوال اللي في نص الملعب بتاع عمر السولية وأنا بحد عمر السولية عشان يبقى امتداد للمسلم اللي باي وعشان يبقى فيه تسليم أجيال ما أحصلهاش هزة في فترة انتقال نوعية لأخر حيبقى يعني صفقة ديلا جدا وبلاحق المجر دلوقتي وأعتقد أنه هو هيكون في الموسم الجاي داخل نهاية الأهلي وإن أردت انفراضين في نهاية الزمالك ممكن أقول قولي باشو كريم العراقي اللي عابا في نهاية الزمالك بصفقة انتقال حر بداية الموسم المقبل وقاعة بالفعل تمام والنادي المصري ستنتهي نهاية هذا الموسم واللي هيتخلص كل الأمور مع نهاية الزمالك محمد الأسود برض المهاجم السوري الدولي في نهاية الكرامة واللي كان في نهاية كاسفة وقاعة بالفعل وسيكون لعبا أيضا في نهاية الزمالك في حركات كتيرة جدا وصفقات كتيرة جدا في نهاية الزمالك الفترة اللي جاية بخلاف الصفقات اللي تمت الفترة انتقالات شتوية وبعضها وأنا مسؤول عن كلامي لم تلقى قبولا أو قبولا لدى مجلس زارة نهاية الزمالك لكنها قبرمت بغرض ان انت بتعايز تعمل شو كويس للفرقة لكن فيه عناصر تم التعاقد معها من باب ان انت بتحاول تثبت للناس ان انت بتعمل لكن فيه عناصر رائعة زي مين يا احمد زي مين العناصر دي تقصد مين فيه فيه لعيبة طالما ضمها وفيه عدم اقتنع بيها وحتى جميز أصلا غير مقتنع بيها زي مين يعني حمد ياسر مسلا لاعب المنتخب الفرنسطيني فيه عدم اقتنع بيه خالص من المدير الفني اللي نزمالك جميز الغد الوقت اعتقد محامد عاطب برضو او محامد عاطب لاعب ناري طنطر الراجل مش مقتنع بيه لكن في النهاية انت لازم تعمل الصفقات دي لان نزمالك محتاج يعني زي ما حدا قلت انت نفسك نزمالك محتاج فرقة غير الفرقة صحي كده برفو عليك ليه لحلقة مع بعض اكيد بالتأكيد خاصة تخص نادي الزمالك حبيبي واخوية وصديقي العزيز احمد جلال بشكرك شكرا جزيلا كأول ضيف معايا عبر زوم في على القناة يعني اللي بتحكي القناة الفضائية بقى تي اي سبورت وباينامج مهاجم حر على واحدة بلقاء تاني ابو حميد شكرا جزيلا صديقي العزيز احمد جلال الناقد الرياضي الكبير طيب قرار من القرارات المهمة جدا اللي خدها اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت وهي زيادة عدد الجماهير اللي بتحضر لعشرين الف عشر تلاف من كل نتي طبعا الاندية الشعبية اللي ليها جماهير هيصت مبسوطة عشر تلاف بعد ما كانوا خمس تلاف انما الاندية التانية اللي ملاش جمهور ما اعتقدش ان هم هستفيدوا من القرار دوت بشكل او باخر انما في الاول وفي الاخر قرة القدم للجمهور قرة القدم بتاعت الناس طيب المفاجأة التالتة معاكم في القناة النهاردة وده تقرير من الشارع عدهولنا زملنا عمر عاطف يقول لكم الناس ايه رأيها في القصة دي وزي ما انا بفاهم احنا على اليوتيوب وهوى ومباشر وبنعمل استوديو اكنوا قناة فضائية بالزبط في كل حاجة حتى تقرير الشارع عسيدي ما سبنهاش نطلع كده نشوف الناس قالت ايه ونرجع لكم تاني على طور ترجع عمالي يعني زي اللي اول يعني عشان هي دي اللي هي دي اللي بتخلي المتعة القرط القدم والله اللي مشكلت احد الكرة انه هو رجع الدور تاني وزود عدد المشجعين لعشرين ألف ومتفرج لان الكرة بتعتمد على الجمهور الجمهور هو رؤي الملاعب وهو الحياة بالنسبة للكرة القدم الكرة من غير جمهور ملقاش طعم ولا اي ايجابية ونحس ان بنتفرج على تيفيزيون من غير حاجة حاجة كويسة جدا وقبال يا رب ما يكون بأمر الله عز وجل كده الجمهور مالي للاستاذ زي الزمان كده ما كنا بنشوف 80 ألف ومئة ألف استاذ القاهرة والناس على العمدان حاجة بحطرهم مجد والله شيء جابي في الوقت الحالي شيء جابي في الوقت الحالي وفي نفس الوقت بيشجع اللعيبة بيدي حمس للعيبة كده بس وجوده مهم جدا اه والله عودة الدوري بصراحة حاجة كويسة جدا يعني القورة في مصر بند مهم جدا واساسي جدا من الشعب فنتمنى ان احنا نرجع لعودة الكورة ما قبل الثورة ونرجع للعودة ونرجع للمدرجات مليانة جناهير مش الالف والالفين والخمس تلاف والعشر تلاف وان شاء الله نحن المستوات كويسة بإذن الله على مستوى الدنيا كلها ان شاء الله كده حاجة بصلاح الكورة المصرية وحاجة كلنا بنتمنى من زمان اه كنا معكم عمرو هاطف برنامج مهاجم حر مع كابتن تامر الحميد قناة تي اي سبورت ورجعنا لحضراتكم ورجعنا لحضراتكم تاني على قناتنا على اليوتيوب تي اي سبورت قناة على اليوتيوب تحاكي تماثل القنوات الفضائية بالملي كل اللي حضراتك بتشوفه وبتابعه على القنوات الفضائية النهاردة موجودة عندك على اليوتيوب وبالتأكيد هايب على الفيسبوك كمان اه تقارير من الشارع اه موجودة مداخلات صوتية اه موجودة زوم مع الناس موجودة حتى شريط الاخبار لاحدث الاخبار الموجودة معنا الفواصل الاعلامية معنا البرومة الخاص من البرنامج ولسه كمان المفاجآت هتتوالى وتتوالى مع حضراتكم اهم الاخبار كل سنة وانتو طيبين يعني كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير رمضان خلاص النهاردة النص من شعبان خلاص فاضل لنا يعني نص شهر وان شاء الله رمضان على الابواب كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير رمز هو الحدوتة بتاعت كل رمضان مين ضحايا رمز ضحايا رمز من لعيبة الكرة هيبقوا كتير السنة دي يعني السنة دي هتشوف كهربا ده يعني يعتبر من الضيوف الدائمين مع رمز هتشوف امام عشور امام ده امام عشور ده الحلقة بتاعته من نصر كلها تتفرج علي اهلي وزمائي وعارفين طبعا ليه والقصة والحادوتة والحكاية والاهلاوية عاوزين ايه والزمال قريب عاوزين ايه حسين الشحات برضو من ضحايا رمز هذا الموسى اكرم توفيق اهو ده بقى معرفش ده ممكن هو نفسه ياكل رمز يعني معرفش اكرم توفيق قلب الاسد الجرنتا الشجاع واحد من اللعيب اللي انا بحبه كمان على مستوى شخص يكن تبال عباقريت يعني اللعيب راجل جدا في الملع عبدالله السعيد صفقة القار عبدالله السعيد اللي السن بالنسبة الواقب عبدالله السعيد اللي كل ما بيقدم بيحلو عبدالله السعيد صاحب اللمسة السحرية عبدالله السعيد صاحب الاداء راقي انا بستمتع بعبدالله السعيد في الاسماعيلي بستمتع بيه ما كان في الاهلي كنت بستمتع بيه بستمتع بيه معنات الزمالك هستمتع بيه بالتأكيد اكتر اكتر هو وشكبالة وزيزو وكل اللعيبة اللي بتلعب كواه حيلو عارف طبعا تحفيل بقى ما بين الاهلوية والزمال كواه مليش ملناش في القصة دي دلوقت يعني مش موضوع نحن دلوقت نحن نحفر بها براحيتنا وهنهزر براحيتنا وهنعمل كل اللي احنا عاوزينه براحيتنا معنا كمان هيبقى فتوح مع رامز السنة دي برضو وما ادراك ما فتوح فتوح كان مسلسل لوحده بس المسلسل ده خلاص يعني كل حلقاته خلصت واصبح موجود خلاص في متعوبة معنا كمان محمد صبح كان ممكن هيبقى مسلسل برضو بس هو فيه اتفاق جنت المين واضح كده يعني فيه اتفاق جنت المين كده موجود ما بين الاهل والزمالك يعني ايه ما ننطش على لعبة بعض بالبلد يهو يعني بلاش ايه يعني اليومين دول يعني خل الدنيا كده وزيارة الخطيب زيارة الكابتن محمود الخطيب لكابتن حسين لبيب في نادي الزمالك وبعدها بقى الحفلة والليلة اللي اتعاملت دية لسه لنا حلقات طويلة بقول لكم بصوا مفاجآت ما بعدها مفاجآة دول هيبقوا ضحايا رامز هذا الموسم فيه طبعا ضحية كبيرة بس انا مش هقالكو الضحية ديت هجبها لكم لايف فيه ضحية جمدة جدا جدا حدش ياخد باله منها ويعني كان موضوعه كبير مع رامز ده هجبه لكم لايف بس مش النهاردة اتقالوا بس على روز اتقالوا على روز كده هتلاقوا معانا بازن الله بازن الله اه يعني حاجات ولا اروع اه من كده ناس كتير الفترة اللي فاتت اتكلمت على احمد عبدالقادر ولازم يمشي من الاهلي واحمد عبدالقادر مالوش سكة في النادي الاهلي واحمد عبدالقادر لا خلاص موضوعه كده في النادي الاهلي اصبح من الامور ايه اصبح من الامور الصعبة هل هناك صفقة تبادلية ما بين محمد صابر في بيرامدز و احمد عبدالقادر ما نضح عيد امير توفيق ادارة الناديين في اطار المفاوضات ما بينهم دلوقتي هنشوف بس انا بقولك يعني احمد عبدالقادر باقي في النادي الاهلي خدها مني وخلاص خدها مني وخلاص يعني خدها مني كده وحطها عندك في الزاكرة الطويلة و نشوف كده الامور ممكن هتمشي ازاي خلال الفترة اللي ايه خلال الفترة اللي اللي جاية الصفقات هنفضل نتكلم فيها لاني اوعى تفتكر ان بنهاية اوعى تفتكر ان بنهاية ال 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 الانتقالات الشتوية فالصفقات خلصت سوان في الاهلي او في الزمالك يعني معانا هوة احمد جلال زميلنا قال لنا ايه قال لنا الزمالك خلص خلاص في كريم العائي ومحمد ال ايه الاسود او محمد الاسود انا كنت عارف صراح يعني برضو اه محمد الاسود انا كنت عارف من الكوريس صبعا منتصل بالناس يعني حبائبنا المحترمين كلهم اللي موجودين في مجلس ادارة نادي الزمالك انتظروا خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله يعني اخبار وحصريات موجودة في نادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا طيب رأيك ايه حسن حسن ممكن ينجح في منتخب مصر ولا الامور بالنسبة له هتبقى صعبة عاوزين ايه نعرف يعني هل ممكن هينجح ولا الامور بالنسبة له هتبقى صعبة معايا فيو تقرير كده صوتي عمله زميلنا علي الطيب وعدهولنا رئيس صحير البرنامج علاء البنة تمام هناخد طب تقرير الشرع الاول يعني زميلي كريم في الاخراض بيقول لي ناخد الشرع الاول كابتن وبعد كده نرجع على ال V O بتاع علاء وعلي الطيب طيب نشوف كده رأي الناس في الشرع على حسام حسن هينجح مع المنتخب ولا مش هينجح عصبياته علاقته بمحمد صلاح ترزيجي قصة بالنسبة له تباين نشوف كده الناس هتقول لي ونرجع لحراكم بتين حسن We've got to صَقْح نشوف منتخب مصر وانا بتوقع له النجاح ومش معه ان الناس بتقول انه هو يبقى في خلافات ما بينه وما بين كابتن خسام حسن كابتن محمد صلاح بالعكس كابتن خسام من افتر الناس المدربين المصريين اللي ادوا فرصة للعايبة صغيرين ونجحوا واثبتوا كفائتهم فلا انا شايف انه هو هيبقى قد المسؤولية ويحقق نجاحات مع منتخب مصر كابتن حسام ده اختيار كويس وموفق من اتحاد والكورة ان اختاره مدير فني وحسام حسن شخصية قوية وإيجابية ويقدر التعامل مع جميع اللعيبة لنجوم مثل محمد صلاح وتريزيجي وامر مرموش لان ده برضو اعتبر علامة من علامات الكورة المصرية والنادي الاهلي حسام حسن كلاعب ونجم وسبق لي تدريب عديد من عندها المصرية زي الزمالة والمصري والاتحاد ودرب منتخب الأردن ونجح معاه غسل معاه للنهائيات وحسام من الشخصيات النجحة ومبتهد ومكافح وبيحب يزبط شخصياته وهيبقى انه شخصية يعني بين المنتخبات الأفريقية وطبعا قرار كويس جدا لازم المدير الفني الواطن ياخد فرسته والكابتن حسام طبعا معروف انه مدرب عنده شخصية فوية بالنسبة للصلاة النجد دي محترفين وعارفين حضورتهم كويس وان شاء الله هينجح معهم بإذن الله والله كابتن حسام حسن كابتن كبير كابتن حسام حسن كابتن كبير وان شاء الله ربنا يوفقه ويقدر يلمي الموضوع مع الدعيبة ويوفقه مع بعديهم ويقدر يفريتش فسيته عليهم اه اكيد كابتن حسام حسن كوية جدا اكيد طبعا لا احنا بنسك في كابتن ان ان شاء الله هيكون موديل خاني ناجح للمنتخب والتجربة اثبتت ان احنا بنجح معنا المدرب الوطني اه اكيد طبعا اكيد حاجة في صلاح الكرة المصرية وحاجة كلنا نتمنى من زمان والله هو في الحقيقة احنا نتبقى الخير اولا طبعا ونتمنى ان اي حتى يكون المنتخب يبقى تحت رعاية موديلية كلها تمام وان شاء الله يعني وبص وموضوع التصدمات ده هو بيحصل في اي نادو في اي حتة في اي على مستوى العالي بس المهم ان نبقى فيه تكايف بعد التصدمات ده تبقى فيه تفائل وبقى فيه تتفاهم وبقى فيه تعاوم مع بعض علشان ده وصل لنتاجة بالتصدم نبقى ايد واحدة بمعنى وصح نبقى ايد واحدة بمعنى وصح بالسط كده نبقى ايد واحدة تحق الهدف وكلنا بنسب في مصلحة واحدة مصلحة مصر فوق جميع تمام لا وفيش اي سلوات واحدة حاجة كويسة للمولارد مصر ولا يدارب الملتخب حاجة كويسة هل حسام حسن يقدر يتعامل مع نجوم كدار دول هل يبقى فيه منهم مشاكل ولا هيا رف يتعامل معاهم هل تخصيت حسام حسن هيقدر يفريدها على نجوم كبار زي دول اه حاجة كويسة ربنا يوفق تماش انا معكم عمر الهاتس في برنامج مهاجم حرر مع كابلين تمال حميل ونوات تيم لي سبوت انت وايا كيبة انت واي اي 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 حسام حسن ينجح ولا ما ينجحش ان شاء الله بإذن الله كلنا معاه في ظهره ان شاء الله نسان دول احنا عاوزين ننجح يعني او حسام حسن لما ينجح مش هو لوحده هينجح مصر هتنجح معاه عايزين يعني الثقافة دي تبقى هي اللي عندنا يعني عايزين الروح دي هي اللي تبقى عندنا ننجح بعض نقف جمع بعض نساعد بعض ندعم بعض هديكوا شايفين ظروف عاملة ازاي هديكوا شايفين يعني المعاناة المعظم الناس النهاردة كله بيعاني مفيش حد النهاردة ما بيعانيش كلنا بنعاني طب لما كلنا بنعاني يبقى كلنا نقف جمع بعض كلنا نساعد بعض يعني وعايز اقول لكم يعني المعاناة دي يعني جزء منها انما يكن الاساس فيها يعني عدم اتقاء ربنا سبحانه وتعالى من نحن عدم اتقاء ربنا سبحانه وتعالى من نحن لان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه لا يحتسد ومن يتق الله يجعل له من امره يسر فاتقاء الله نحاول بقدر الامكان واحنا داخلين على ايام فضيلة ايام مفترجة ان احنا نتقرى ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة بنعملها في كل حاجة بنقولها يا رب اكون وفيت اللوعات حضراتكم به انا ومجموعة العمل الكبيرة الحقيقة اللي احنا بقالنا فترة طويلة جدا 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 بنعد علشان نطلع بهذا السبب بهذا يعني السبق الحاجة الجديدة اللي احنا بنعملها زي ما قلت لكم قبل كده زي ما كان ربنا سبحانه وتعالى انعم علي قبل كده اني كنت معايا تنين زميل اخرين يعني فتحنا اليوتيوب في مصر واحنا اللي عملنا فيديوهات يوتيوب في مصر من البيت النهاردة كمان بنعمل لكم قناة فضائية من البيت برضو وهي داية المحاجة لكل اللي انت شايفينه ده برضو من البيت بشكر زميلة اللي اشتغلوا معايا من اول المبتدينا الفكرة الغاية النهاردة المتقلق جدا على الاخراج كريم جاد في التحرير ورئاسة التحرير علاء البنة وعمر مصطفى ومعايا عمر عاطب في التأرير الخارجية علي الطيب زميلي وصديقي العزيز في التأرير الصوتية المنصق العام للقناة والدينب وبتاع القناة لقاي تامر عبد الحميد وحبيبي طبعا مديرا لانتاج القناة هو والليلة دي كلها كده يعني بيزباطها احمد الصوفي يا رب ما كنتش كده نسيت حد ان شاء الله باذن الله هنحط الموعيد بتاعة البنامج الاساسية وهنقول للحضراتكم عليها تابعونا تابعونا ان شاء الله على تي اي سبورت قناتكم السوشال ميديية الفضائية وبرنامج مهاجم حضر مع تامر عبد الحميد سلام الله عليكم ورحمته ورحمته اشتركوا في القناة